أهم الأحداث اللي صارت في عام 2019 سياسية, اجتماعية, ثقافية وأحداث جهوية والأكيد هذا زاد أحداث الصحافة التنسية اللي بش نقرأ و بش نشوفه توت سويت في الغوبيوتو بخيس الغوبيوتو بخيس آياني من البداية معك إيمال عادة أنت دولي وفاية لجريدة الشروق على مدار 2019 لكله أيه هو موفا معنش برشة اختيارات ولكن نحن ناخذ أهم الأحداث الأهم الأخبار اللي تصير في الجرائد الكل دونك جريدة الشروق اليوم في آخر نهار من 2019 تحكي بقي على حكومة الحبيب الجملي تقريبا عنا أكثر من ستة أسابيع ونحن نحكيه لايون متع كل الجرائد هي حكومة وتركيبة حكومة الحبيب الجملي أي دعم لحكومة الجملي في البرلمان هل ضامنا رئيس الحكومة المكلف أصوات حركة النهضة بعد نرجع لكم بتفاصيل لكن أول أخبار نبدأ به في الجرائد اليوم الشروق السياسي صفحة ثلاثة وفاة الصحفي والوزير السابق والسفير سليح معاوي شوالا رب يرحموا دونك هوني فما هكا شوية أماج للديبلوماسي التونسي والوزير الأسبق في عهد رئيس راحل زيل العاب الدين بن علي سنو نرجع طاول الحكومة متع الحبيب الجملي الحكومة هذية اللي ستنوها توينسا ومزل ويستنو فيها خاطر كان من المنتظر أنه تم الأعلان عليها في قبل نهاية 2019 فغاموش ندخل 2020 ونحن مازلنا منعرفوش تركيبة الحكومة إذن يليم كماني شغالت مع صلاح لي المعلومة في بل يعامل معناها الحبيب الجملي خذي تمديد حتيش الـ 15 و الـ 16 جنفي في تشكيل الحكومة هو هوني حسب الصحيفة يحكي على 24 ساعة بداية من البرح بيش يقدم فيها الحبيب الجملي لتشكيل الحكومة الجديدة يحكي هوني زيد على سيناريو ربما جديد الشروق السياسي صفحة 6 إعادة الانتخابات السيناريو الأقرب بين من يتعجل حكومة الكفاءات ومن يستعجل حكومة الرئيس معناها اليوم هل من الممكن أنه النجم نقاوريحنا في انتخابات جديدة هذا حسب المقار حسب الصحيفة ربما ينجم يكون فيما سيناريوات أخرى منها إعادة الانتخابات وإلا حكومة الرئيس اللي البرح دجا حكيوا عليها أغلب المحلين السياسيين سينو هوني في الشروق اللي سياسي بقي نحكيه على حكومة الجملي هل يضمن رئيس الحكومة المكلف كل أصوات حركة النهضة والبرح كنهارينا مع سيسا ميراديل والقيادي في حركة النهضة أنه فما برشة أصوات معارضة للحكومة هذي نبعدوا شوية من السياسة ولو أنه من نجموش نبعدوا برشة من السياسة نمشي لجامعة السكاك الحديدية تطلق صيحة فزاة وتطالب بإنقاذ الشركة ديونها جوزة الستمائة مليار 600 مليار هي ديون جامعة السكاك الحديدية وانتي تعرف السكاك الحديدية الحالة متاع السكاك الحديدية شوفوا اليوم للعباد اللي بش تنقل من ولاية الولاية بش يمشي ويعادي ورأس العام مع عائلتهم دونك إن شاء الله ربي معهم وربي يصبرهم تحقيق الشروق اليوم يحكيوا على الأمية مليونات تونسي أميون نحكيوا هوني على دروس دعم محو الأمية ولا دعم التعليم الكبار اللي بديت صدامتها هيخف بارابور بالبسنين اللي فاتت مثلا هوني حسب الصحيفة فإنه نسبة الأمية جوزت 52% في بعض المناطق منها مثلا أرفيف وليت القيراوين الأكثر ارتفاع في نسبة الأمية سينون المرتبة ثانية شمال الغربي والوسط الغربي بارتفاع نسب الأمية 40% بحسب وزارة شرون الاجتماعية الأمية تشمل النساء سينون 954 مدارس متعاقد يعملوا في تدريس محو الأمية منهم 117 مدارس قار و24 رئيس واحدة و17 متفقد ورغم هذي دروس ماشية وتقل ماهيش ماخدة لصدامتها على خاطر مفاماش برشا دعم ومفاماش ميزانية مرصودة للدروس هذي ومفاماش حتى أرضية اللي محضرينها للناس اللي اللي تحب مثلا باشتقرى الناس الكبار ولا نساء الكبار اللي بشي يمشي ويقراوتها ونحن قاعدين نشوفهم قاسيو فالصغيرات مساكن اللي يضربوا في دي كيلومتر بشي يمشي ويقراو فما بالك أنت تلقاها مرأة كبيرة ولا مرأة عندها مسؤوليات في الدار زي دا ما تنجمش تتكبد لعنام تعفل الأثنية هذيكة ولا البعد بتاع الثنية البرحة رئيس الجمهورية قاس السعيد كان أعلن على تمديد في حالة الطوارئ نعود نقول تمديد على خطر ومش أعلان جديد لحالة الطوارئ ثلاثين يوم حالة طوارئ في الصحيفة منابو عزيزي تتسائل هل هو استنفار وحالة الطوارئ على الحدود بسبب الصراع الليبي المسلح تحكيوني على الانتشار للقوات المسلحة تونسية بمختلف أسلاك على مستوى شريط الحدود تونسي ليبي لإغلاق أي منافذ أو مسالك قد يتم استعمالها من قبل ليبيين يخطوا للتسلل نحو تونس كما صار في 2011 و2014 اشتعرف الاشتباكات اللي صارتها في الشقيقة ليبيا أعطات بعض المقاربات منها أنه معبر سجدير مثلا يبعد ثلاثين كيلومتر عن بيجردين من ولاية مدنين سنون ستين كيلومتر عن مدينة زوارة ليبيا مع أنتهم ما هيش كبيرة برشا بعيدة على الاشتباكات وحالة الطوارئ وكل أكيد سمعتوا البيرح الناس لكل خبر إيقاف زوجة الدبلوماسي تونسي المورطة في تهريب المخدرات والاتجار بها فريد بن شحانة تقرسمي باسم حاكم مناستير والمهدية قال في أشروق القضائي أن النيابة العمومية بالمناستير فتحة البيرح تحقيق شمل سبع أشخاص من بينهم زوجة الدبلوماسي هدية بتهمة الانخراط في عصابة تهريب للمواد المخدرة والاتجار بها في تونس كما قال أنه انطلق البحث بعد ما تقدم الدبلوماسي بشكاية ضد زوجته هو اللي يشكي بها والإيقاف في الكرحة بمتاحة كمية من الأقراص المخدرة وتم إيقافها والاحتفاظ بها على دمة التحقيق والتحقيق معها شمل الستة من الناس الأخرين اللي هي حكيت عليهم شبكة هدية ترويج مخدرات رأس العصابة زوجة الدبلوماسي فما تصور زيدا في الشروق القضائي ريتوهم زيدا في فيسبوك تصور متاع القبورة المكسرة في مقبرة الجليز في تونس هنا يحكيوا على عصابات التسول تستهدف الأموات وتهدد عائلاتهم مقبرة الجليز اللي نعرفه الكل فيها أكثر من أربع مليا ميت مدفونين غاديكا هي المقبرة الرئيسية لمدينة تونس دونك شو يعملوا يجي ويكسروا للأقبار باش يبتزوا أهل المتوفة هديكا باش هوم يعاودوا يصلحوا للأقبار باش يدخلوا شوية فلوس آه معناه هوم اللي باش يصلحوا للأقبار دونك يكسروا باش يخليوا العائلة إنها تصلح على خطر حتى كي شفت التصور في الفيسبوك وشفتهم حتى على النجمة يفهم ما فهمتش معناه ما شنية المغزن إنك تجي للأقبار ترفح جر تجي تكسروا إلا تتهشموا بطريقة هديكا تكسروا في اليل باش مغدوا أصباح يقولوا للعائلات المتوفة هديكا هوم ينجموا يصلحوا كل شيء دونك باش ينجموا يدبروا رسم بالأسف فالسامسرة حتى في المتوفة راس العام راس العام باش تصاور شوفين شروق جهتنا الصفيقس يحكيوا على العنوان اللي حقيق عجبني ليلة الجيج المصلي والهجرة إلى الساحل والشمال الصفيقسية اليوم يتيبوا الجيج مصلي كما تويسى الكل أما الملفت في المقال أنه أغلب الناس من ولاية الصفيقس والولاية المجورة يمشيوا يقضيوا ليلة سهرة ليلة رأس السنة في ولاية الساحلية سنو في الشامل الغربي مثل مهدية سوسا الحمامات الجهات اللي عادة ما يمشيوا لها الصفيقسية سنو تبرقعين دراهم ومناطق في الشامل الغربي يقضيوا فيها سهرات راس العام في سوسا نهار سبعة وثمانية جامفة 2020 بش نبدأوا بالإضرابات وجامفة سخونة اللي ديما نحكيه عليه دونك في شروق جهتنا محمد علي خليفة عن مكتب الساحل الشروق يحكي على أنه فهم إضراب نهار سبعة وثمانية جامفة في سوق الجملة للبيع الخضر والغيلة بسوسا نتيجة تراكم مشاكل قديمة وعدم الالتزام باتفاقية سابقة وحنا كنا حكينا مع كاتبعة من نقابة الأساسية وعرفنا الإشكاليات وقتها وقال معناتها بش يصير الإضراب هذية في الهامات الجاية آخر أخبار بش نختم بيها في سوسا لراضوين شبيل سادة شغورات في البلدية سامير بو قديدة في الكتابة العامة ولوطس في الأكبر يخلف جنيح تعرف أنه منصب كاتب عام في بلدية سوسا شغل منذ مدة أشهرة طوى من غير مكرم الشويخ وتم تكليفه بمهام أخرى في ولاية سوسا اليوم تم تعيين سامير بو قديدة للناس اللي ما تعرفش سامير بو قديدة ولي كان ولي القسرين لمدة عامين وقدم استقالته في الهامات الأخيرة لأسباب شخصية والظروف صحية والغيره تم تعيينه الهامات هذوما اليوم بش تم تنصيب دونك في كاتب عام في بلدية سوسا سينو حسين الجنيح اللي أصبح عضو هو كان عضو مجموز بلدي أصبح نائب في مجلس نائب الشعب يخلفو سي لطفي الأكبر بيه بش نهزك للمغرب السياسي ريم و بش نبدأ معاكم المغرب اليوم اختارت أنها ترجع على بعض المحطات اللي شهدتها بلدنا عام 2019 بديت بحسات 2019 اللي هو سنة الموت والأزمات هكا اختارت باش تسميها المغرب اليوم نحكيه على الإذراب وإلى الأزمة اللي كانت صايرة بين الاتحاد والحكومة واللي بديت بيها سنة 2019 عام ناول نوصله للتوافق بين الشهد والنهضم بعد شوية نحكيه على أزمة دستورية مع تحرير الحكومي اللي أعلنوا الشهد دون العودة لرئيس الجمهورية نحكيه على الخميس الأسود بعد شوية وتعارض اللي واعكة صحية من رئيس الجمهورية تعارض اللي واعكة صحية رفض ختم أو الاعتراض على تنقيح القانون الانتخابي من قبل الرئاسة وفاة الرئيس البيجي قايد سبتي في 25 جوليه 2019 أزمة النيدي نلقاه أزمة بين الأحزاب ومختلف الأحزاب الأخرى نلقاه روحنا في انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية ولادة أحزاب جديدة كما قلب تونس وتحية تونس وفاوز قيس سعيد بالرئاسية ونلقاه زدى برشة أحداث أخرين حتى تشلتوى للمدة هذية اللي نحن فيها لننصل حالة التويرق وننصل زدى حتى لحالة تشكيل الحكومة والمشاورات على تشكيل الحكومة 2019 سنة انتخابية بامتياز برلمين جديد ورئيس جمهورية جديد ونقول زدى لهنا اللي انتلقت بأزمة الزيادة في الأجور وانتهت بإضراب فشئي في قطاع النقل العمومي هذية حسب مجدي الورفلي هذة ما فهمة اليوم في المغرب السياسي كيف كيف حكيت انت مكري على حالة التويرق من رئيسة الجمهورية لنبحث نحكيه على أهم القضايا اللي اختارت تحكي عليها المغرب القضائي اليوم في صبح 12 من بينها حفظ ملف تأمر على أمن الدولة وعودة ملف الجهاز السري فما شركة اللوبينغ شبه تغسي الأموال ضد سامي الفهري نحكيه على الجهاز السري نحكيه على إيقاف نبيل القروي برشا قضايا اللي بيشتقعد بيشتقعد معناها مطبوعة في 2019 ومزيل اليوم الشعب التونسي ما عندوش عليها حتى مخرجت هذية اليوم شنو فما وشون نجم نحكي لكم على بالنسبة للقضايا كيف كيف زادها في الحصد التقافي في 2019 سينما تونسية مصدر فخر وذهبنا قاول مسرح التونسي والإنجازات والانتظارات المبدعون اللي ينسحبوا من الحياة على غرار نجيب عياد والميجري اللي يتوفيوا إن شاء الله رب يرحمهم وسترسيل في التكريم وإسهل في الدروع وإحنا بعد شوية بشكون عنا عودة على أهم الأحداث كيف ما قلنا على الساحة السياسية على الساحة الجهوية بش نرجع زيدا نحكي وثقافة بعد شوية أهم الأحداث والأهم المحطات اللي صارت في تونس عام 2019 تلقاوها شوية آخر في زوم سوى سانتخيز حتيش نص النهار فما أخبار تاريف نرمال ما؟ فما أخبار مش تاريف برشا إيطاليا تسمح بزراعة الحشيش في المنازل ما حشيش؟ بزراعة القنب الهندي ما عادش حاجة ماهيش قانونية في فرنسا طالما أنها بكمية صغيرة للاستخدام الشخصي والطبي زيدا استخدام الشخصي معنى تهم يكون مستهلة ينجم يزرع فيه في جنينة متعداره 6 مليون شخص بين 14 و15 و34 عام يستهلك الرجال الحشيش أكثر من النساء في إيطاليا وهذا ما معدل الأعمار يستهلكل الحشيش في إيطاليا مليون ينجموا يزرعوا في جنينة متعداره 28 دقيقة على نجمافين بطريقة قانونية سيخطو 28 دقيقة على نجمافين مريم تتبسم عارش عجب على خبار دار مريم ما بتحسها شو رأيك مريم في 2019 كيفاش تعد؟ خلينا نسمع صوتك مثل شو سمعني؟ مش ناخذوا رأيك نهار في العام انت تتكلم نهار في العام شو رأيك في 2019 كيفاش تعد ذلك؟ طرفك الغنية جمالك جمال مش عادي انت تغنية؟ انت عام 2019 تعدين لك بكل جمال خرجنا بالموزيكا بعد شوية نعطيكم الكوجينا ما تنسيوش زادة كيمال عادة دورتنا في التلفزة التونسية اللي مش تكون معانيم شوية آخر في تليفزيون خليكم معنا اعط verste Steiber لك pink